إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم فإنه ذكر الحميرة في سوره وآياته خمس مرات تعالوا كي ننظر في آيات القرآن في سورة النحل في الآية الثامنة بعد البسملة والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة هذه الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عما خلق الله من نعم أنعم بها على العباد إذا رجعنا إلى الآيات السابقة من سورة نفسها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الحديث هنا عن الحمير الحيوانات فإن الله يعد الحمير الحيوانات من النعم التي أنعم بها على الإنسان السياق واضح هنا ذكر القرآن الحمير فإن القرآن هنا يتحدث عن الحمير الحيوانات والذكر هنا للحمير في مقام المدح لأن الله يعدد نعمه على العباد فمن جملة هذه النعم والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة وجاء في سورة البقرة ذكر الحمير عبر حمار عزير إنها الآية التاسعة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها عزير النبي وكان يركب حمارا فمات عزير ومات حماره أماته الله أمات الله عزيرا وأمات حماره وبعد مئة من السنين بعثه الله فرجع عزير ورجع حماره أيضا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام إلى عظام الحمار كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فجاء ذكر الحمار هنا عرضا إنه الحمار الحيوان الحمار الذي كان يمتطيه عزير النبي مصداق للآية الثامنة بعد البسملة من سورة النحل حيث ذكرت الآية في سياق الآيات التي تعدد نعم الله على العباد وذكرت الحمير ومصداق عملي ها هو عزير النبي يركب الحمار فذكر الحمار هنا جاء عرضيا لأن الحديث عن موت عزير وعن عودته للحياة في جملة هذه الواقعة هناك حمار هو حمار عزير غاية الأمر هو حمار حيوان عزير كان يركبه لا يوجد شيء بخصوص الحمير الحيوانات لا يوجد شيء من ذنب من قدح لأن الله خلق الحمير الحيوانات بهذه الهيئة وبهذه الكيفية قلت لكم من أن الله في قرآنه تحدث عن الحمير خمس مرات في سورة النحل مرة في سورة البقرة مرة وفي هاتين المرتين تحدث عن الحمير الحيوانات لكن ما بقي من الآيات التي ورد فيها ذكر الحمير فإن الحميرة هم الحمير البشر وما هم بالحمير الحيوانات إذا ذهبنا إلى سورة الجمعة إنها الآية الخامسة بعد البسملة آية ذكرت الحمير ذكرت الحمار الحديث هنا عن الحمير البشر مقصود الآية هو هذا مقصود الآية أن رجال الدين في المجموعة الثانية هم حمير حمير بشر سورة الجمعة قسمت رجال الدين إلى مجموعتين مجموعة رجل الدين الإنسان الحديث عن هذه المجموعة في الآية الثانية بعد البسملة يتلو عليهم آياته هذه المجموعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتلو عليهم آياته إنها آيات الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا على منطق الحمير ولكنهم الآن على منطق الأمير وهذا هو رجل الدين الإنسان وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا على منطق الحمير مثل الذين حملوا التوراة إنها الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الحمار هنا هو الحمار الحيوان لكن الآية لا تتحدث عن الحمار الحيوان هذه الصورة التقريبية إنها تتحدث عن الحمار البشري فرجال الدين هم الحمير البشر وإذا ذهبنا إلى سورة المدثر إنها الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة وما بعدها فما لهم فما لهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الحديث في اللفظ عن الحمير الحيوانات لكن الآية تجعل مقصدها تجعل مضمونها في الحمير البشر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجف الاستراباد وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة السادسة والثلاثين بعد السبع مئة الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة منها وقوله وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته الحديث عن الحمير الوحشية عن الحمير الحيوانات لكن المضمون الأصل في الآية حديث عن البشر عن البشر الحمير يعني يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق نفرت الذين يقولون نحن شيعة وهم على دين الطوسي وحينما يسمعون بدين العترة الطاهرة فإن قلوبهم تنفر من هذا الدين تنفر من هذا الدين هؤلائهم هؤلائهم لماذا لأنهم يتمسكون بمنطق الحمير وهذا هو الفارق بين منطق الأمير ومنطق الحمير ووفقا لذلك يتشكل موقف الضمير فيلتبس على الإنسان ويضيع الإنسان وهكذا يتردد في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص مراجع الشيعة علماء الشيعة والشيعة ضلوا وأضلوه ضلوا وأضلوه هناك ترابط واضح جوهر هذا الترابط هو التمسك بمنطق الحمير لو أن شيعة تحترم عقلها لو أن شيعة يبحثون عن الحقيقة بأنفسهم بعيدا عن أولئك المعتوهين بعيدا عن أولئك السفهاء مجموعة من الشياب العجزة الذين لا يمتلكون ثقافة حقيقية ولا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة إما أن يتحدث متحدثهم كي يتأتئ في الحديث وهذه وسيلة عملهم نحن لا نعتب على النجار إذا ما تأتأ في حديثه وإنما نعتب على النجار إذا ما كان لا يعرف استعمال المنشار ولا يعرف أنواع الخشب ولا يعرف أنواع المسامير ولا يعرف أنواع الأصباق ولا ولا التي يستعملها في عمله لكننا لا نعتب عليه أن يصيبه العي حينما يتكلم أما رجل الدين فإن آلة عمله لسانه فإما أن يتحدث أو يتأت أتحدث عن آيات الله العظمى وإما أن يكون مهرجا إذا ما نظر الناظر إليه فأول شيء يصدر من الناظر أن يسخر منه أن يضحك عليه وإما أن يكون كالصنم كالجدار لا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه صاموط لا موط هذا هو حال هؤلاء المتعوسين المنحوسين الذين يقال لهم بأنهم نواب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه فإذا كانت الشيعة تأخذ دينها من هؤلاء وأمثالهم قطعا حينما يسمعون دين العترة الطاهرة ستكون قلوبهم نافرة هؤلاء هم فما لهم عن التذكرة معرضين لماذا يعرضون عن معارف أهل البيت فما لهم عن التذكرة معرضين الإمام الصادق يقول يعني بالتذكرة ولا يتأمير المؤمنين إنها بيعة الغدير إنها ثقافة الغدير فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق نفرت عن الحق إنهم يريدون الدين الطوسية اللعين لماذا لأن ضمائرهم انطمست انطمست لماذا انطمست لأنهم تمسكوا بمنطق الحمير وهذا أدى إلى أن تتبلد ضمائرهم لا تستشعر الحق وحتى إذا استشعرت فإنها لا تملك دافعا باتجاهه تبقى على ما وجدت من دين ورثته من الآباء والأجداد إنها الدوامات التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة دوامة التمسك بدين الآباء والأجداد على ضلاله ودوامة الرئاسة أكان الشيعي طالبا للرئاسة أم كان مرؤوسا يصنم الرؤساء كل هذا مر علينا وهذه الموضوعات مترابطة هذه ثقافة واحدة هذه ثقافة العترة الطاهرة وهذا هو منطق الأمير وأنتم قايس بين هذا المنطق وبين ما يحدثونكم به عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت أو عبر المساجد والحسينيات قارنوا بين هذا المنطق الذي هو منطق الأمير مبادئه أسسه آيات بتفسيرهم وأحاديث بتفهيمهم وكل شيء أمام أعينكم قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق الحمير الذي تملؤون رؤوسكم به حيث تتقيأ المرجعية عبر وكلائها وخطبائها وفضائياتها ومؤسساتها حيث تتقيأ بخرائها في رؤوسكم نذهب إلى فاصل في سورة لقمان إنها الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة هناك ذكر للحمير وقصد في مشيك وقضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الحمير هنا الحمير البشر إنهم قتلت الزهراء بحسب منطق الأمير لأن الآية هنا تستنكر تستنكر صوت الحمير وهذا بعيد بعيد عن الله أن يخلق خلقا هو الذي خلقه بحكمته وبعد ذلك ينكر عليه مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي هكذا هو مشهور بهذا اللقب إنه الحافظ رجب البرسي طبعة انتشارات الشريف الرضي قموا المقدسة في صفحة السابعة والأربعين بعد المئة سأل رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما معنى هذه الحمير يشير إلى الآية من سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فقال أمير المؤمنين الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره إنما هو زريق وصاحبه في تابوت من نار زريق وصاحبه قتلة فاطمة صلوات الله عليه إنما هو زريق وصاحبه في تابوت من نار في صورة حمارين إذا شهق في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما هؤلاء هم حمير جهنم لكنهم في الأصل اعتمدوا منطق الحمير إنهم حمير بشر تلاحظون أن القرآن تحدث عن الحمير عموما في خمس آيات في آيتين كان الكلام عن الحمير الحيوانات من دون ذنب أو قدح ولكن في الآيات المتبقية وعدد الآيات أكثر إنها ثلاث آيات كان الحديث عن الحمير البشر ولذا جاء الذم وجاء القدح الحديث عن الضلال وعن عداء محمد وآل محمد وأعتقد أن المضامين واضحة واضحة جدا في الصحيفة السجادية في أول دعاء فيها في أول دعاء حينما تفتحون الصحيفة السجادية في أول دعاء في أول دعاء إمامنا السجاد يعلمنا هذا الدعاء هذا ما هو بدعاء الإمام السجاد مر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة هؤلاء هم علماء حوزة الحمير الذين يقولون من أن أدعية الصحيفة السجادية هي أدعية الإمام السجاد هذه الأدعية نظمها الإمام السجاد كتبها بقلمه سطرها سطرها بيده صلوات الله عليه لنا نحن نقرأها فماذا نقرأ في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية والحمد والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكان كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيله هناك حدود الإنسانية إنها حدود مجموعة رجل الدين الإنسان وهناك حدود البهيمية إنها حدود مجموعة رجل الدين البهيمة رجل الدين الحمار منطقهم واحد منطقهم واحد يتكامل القرآن بحديثهم ويتكامل حديثهم بقرآنهم دققوا النظر في هذه الكلمات والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده وكيف نعرف حمده وأسرار حمده وأسرار توحيده ما لم نعرف محمدا وآل محمد كي نأخذ الحقائق منهم نحن هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم البداية من هنا ومن وحده قبل عنكم كيف تتحقق لنا معرفة حمده سبحانه وتعالى من دون معرفة توحيده لن نستطيع أن نحمده من دون أن نوحده ومستحيل أن نوحده من دون أن نعرف محمدا وأهل محمد لأن التوحيد يؤخذ منهم هذا هو التوحيد التوحيد معرفة عن الله عقيدة في الله فكرة عن الله نأخذها من محمد وآل محمد صلوات الله عليه فقط وفقط وفقط والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كان كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصفه في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ماذا نقرأ في الرسالة التي كتبها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لأحد أصحابه لإسحاق ابن إسماعيل إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي الكتاب المعروف بهذا الإسم وهذه الطبعة طبعة مركز نشر أثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة ألفين وأربع ميلادي طهران إيران في صفحة الخامسة والسبعين بعد الخمسمائة رقم الحديث ألف وثمانية وثمانين الرسالة طويلة أقرأ عليكم من الصفحة السابعة والسبعين بعد الخمسمائة ولولا محمد والأوصياء من بعده هذا الخطاب لي ولكم ليس مخصوصا بإسحاق ابن إسماعيل ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهاء هذه حقيقة هذه حقيقة انظروا إلى أمة سقيفة بني ساعدة وما الذي جرى عليها ولا زال يجري عليها وانظروا إلى أمة سقيفة بني طوسي وماذا جرى عليها وما الذي يجري عليها الآن المشكلة المشكلة أن الناس لا تعرف ماذا يجري في الكواليس لو أن الناس تعرف ماذا يجري في الكواليس لكفرت بدينها بدين الضلال لو أن أتباع سقيفة بني ساعدة يعلمون ماذا يجري في كواليس دينهم لكفروا بدينهم والحال هو هو مع أتباع سقيفة بني طوسي لو أنهم يطلعون على الذي يجري في كواليس دينهم لكفروا بدينهم وكفرهم بدينهم أفضل من بقائهم على دين الضلال قطعا فإن كفرهم بدين الضلال هذا لا يعني أنهم سيكونون على هدى لكنهم سيكونون على حال قطعا يكون أفضل من حال البقاء على الدين الطوسي لأن الذين على الدين الطوسي أتحدث عن مراجعهم هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الأتباع في نفس هذا الاتجاه وصفتهم الروايات بأنهم قتلت الحسين في آخر الزمان فليخرجوا من هذا الدين وليبقوا بلا دين سيكونون في حال هو أفضل من أن يكونوا أسوأ من قتلة الحسين فإنهم لن يكونوا بهذا السوء لو كفروا بدينهم ولذا يقولون لي دائما من أنك ستجعلوا الشيعة يكفرون بدينهم فليكفروا فليكفروا بدينهم هذا ما هو دين العترة الطاهرة هذا دين عباسي شيطاني فليكفروا به فليكفروا به هذا دين الشياطين هذا دين العباسيين هذا دين الطوسيين لا يريدون أن يتمسكوا بدين العترة تلك مشكلته لكن كفرهم بدين الطوسيين قطعا قطعا أفضل من بقائهم على دين الطوسيين ولولا محمد والعوصياء من بعده لكنتم حيارا حيارا كالبهائم أتعلمون أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال للبطائن في أيام حياته في حيات إمامنا الكاظم البطائن كان من كبار مراجع الشيعة زمن الإمام من كبار العلماء والمحدثين إنني أقرأ عليكم من المصدر نفسه صفحة أربعمية وثلاثة رقم الحديث سبعمية وأربعة وخمسين الإمام الكاظم قال لعلي البطائن لعلي بن أبي حمزة البطائن قال له يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير ومع ذلك كانت الشيعة تلجأ إليه وحينما استشهد إمامنا الكاظم تركوا الإمام الرضا ولجأوا إليه وهذا هو الذي أسس دين الواقفة مثلما أسس الطوسي دين الطوسيين بالضبط الإمام قال له في حياته هذا كلام الإمام الكاظم في حياته ربما لم تسمع كل الشيعة بذلك لكن قسما من الشيعة سمعوا بذلك ومع هذا تبعوا لماذا لأن الضمير قد مات عندهم تبلت لماذا تمسكوا بمنطق الحمير تمسكوا بمنطقه بمنطقه أولى الإمام الكاظم يقول للبطائن يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير صفحة صفحة أربعمية وأربعة رقم الحديث سبعمية أو سبعة وخمسة أربعة وخمسة وخمسة رقم الحديث رقم الحديث 832 هو 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 يحدث بعض الناس ممن يعرفهم هو البطائن نفسه يقول قال لي أبو الحسن الأول الكاظم صلوات الله عليه يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير رقم الحديث 835 أيضا هو البطائن يقول من أن الإمام الكاظم قال له يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير رقم الحديث 836 بسنده عن أبي داود قال كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة قال فسمعته يقول قال لي أبو الحسن موسى إنما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير قال فقال عيينة يخاطب أبا داود أسمعت هذا هو يحدث عن الإمام الكاظم من أن الإمام الكاظم قال له إنما أنت إنما هذا هذا حصر وتأكيد وتشديد إنما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير قال فقال عيينة يقول لأبي داود أسمعت قال قلت إي والله قال فقال لقد سمعت من هو الذي يقول عيينة بياع القصب يقول لأبي داود لقد سمعت والله والله لا أنقل قدمي إليه ما حييت هذا منطقه منطق الأمير أما كبار علماء الشيعة في ذلك الزمان اتبعوا البطائن فإن منطقهم كان منطق الحمير وتأسست الواقفة إنهم الكلاب الممطورة هكذا وصفهم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه المشكلة إذن في منطق الحمير في منطق الحمير هذه مشكلة مشكلة عويصة مشكلة عويصة نذهب إلى فاصل يحدثنا أمير المؤمنين عن هؤلاء عن أصحاب منطق الحمير من أمثال المرجع البطائني إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الخطبة السابعة وثمانون أقرأ عليكم من الصفحة الثامنة والسبعين أمير المؤمنين وهو يتحدث عن هؤلاء فيقول وآخر قد تسمى عالما وليس به ما هو بعالم هذا من أتباع منطق الحمير الناس تقول عن بأنه عالم هو يقول عن نفسه ذلك لكن الحقيقة إنه حمار بشري وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وقد عرضت عليكم النماذج الكثيرة هذا الذي يفتري على الله آيات من القرآن وهذا الذي يفتري على رسول الله وآل رسول الله وهذا الذي يكذب على الشيعة ويكذب وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذا هو الحمار البشري هذا تعريفه هذا التعريف بحسب منطق الأمير لأولئك الذين هم على منطق الحمير ألسنا بايعنا في بيعة الغدير على أن علي هو الذي يفهمنا هذا علي يفهمكم بعدي ها هو علي يفهمنا هذا حال مجموعة رجل الدين الحمار إنهم المراجع الطوسيون من أولهم إلى آخرهم من الأموات إلى الأحياء هذا هو حاله يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع هو هو كله كله شبهة من رأسه إلى قدمه يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء وذلك ميت الأحياء لماذا؟ لأن الضمائر ماتت تبلدت هو حي لكن لا ضمير له صوت الهداية الذي يكون في الأعماق حتى لو كان يسمعه بهمس فإنه لا يرتب أثرا على ذلك لأن ضميره قد تبلد وإنما تبلد ضميره لأنه قد امتزج بمنطق الحمير ومنطق الحمير هو الذي يناقض منطق الأمير منطق الأمير واضح هذا هو فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذا هو الحمار البشري الذي يتمسك بمنطق الحمير القرآن في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وضع النقاط على الحروف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس أتباع منطق الحمير إلى جهنم إلى جهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس ما هي أوصافهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إنهم يبصرون ولكنهم لا يرتبون أثرا إنهم يفقهون بقلوبهم بمستوى من المستويات لكنهم لا يرتبون أثرا لماذا لأنهم قد امتزجوا بعقولهم وقلوبهم مع منطق الحمير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لو كانوا يبصرون لرتبوا الأثر هم يبصرون ولكن القرآن لا يعد إبصارهم هذا إبصارا لماذا لأنهم لا يرتبون أثرا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام هؤلاء حمير أولئك كالأنعام بل هم أضل لأنهم حمير بشر فالحمار البشري أضل وأضل وأضل من الحمار الحيواني أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون لماذا أصابتهم الغفلة لأنهم لا يتمكنون من سماع صوت ضميرهم لأن الضمير صار شيطانا أخرس حتى في داخلهم كما يقول أمير المؤمنين من أن الساكت عن الحق شيطان أخرس ضمائرهم تحولت إلى شياطين إلى شياطين تحول الضمير إلى شيطان أخرس أخرس تبلد تبلد الضمير فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا هذا كعب ابن الأشرف من كبار رجالات اليهود زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الرواية طويلة إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الرواية تبدأ في الصفحة السبعين إنه الحديث الثاني والخمسون وهذه طبعة منشورات ذوي القربة الطبعة الأولى المقدسة في الصفحة السبعين الحديث الثاني والخمسون يستمر إلى الصفحة السادسة والسبعين حديث طويل فماذا أقرأ منه وماذا أترك منه إنني سأقرأ جملة ترتبط بحديثي هنا من هذا الحديث الطويل النبي بطلبهم أقام المعجزات تلوى المعجزات ولكنهم كفروا أقرأ والحمار حمارك خير منك لأن الحمار لأن الحمار إلى أحضان أئمتهم كي يكونوا بشرا أم أن الأمر سيبقى جاريا على هذا أهل من واهل الحكاية الحكاية معقدة والحكاية طويلة ومفصلة وقت الحلقة انتهى أكتفي بما بينته لكم وعنواننا هو سيبقى في الحلقة القادمة الحلقة القادمة تطبيقية تطبيقية على الواقع الشيعي إذن هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير وهناك الضمير ضمير الإنسان ما بين كل هذه المعطيات تشخص المقصود من قول موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير